طبعا أكيد هنتكلم عن الفنان الجميل هشام سليم و هنقدم التعازي من خلال التساعة الليلة لكن خليني أقول لحضراتكم النهاردة كمان هنتوقف عندي هنتوقف عند التنمر خصوصا أن احنا مع بداية السنة الدراسية وعام جديد أطفالنا الصغيرين واللي بيحصل في المدارس والتنمر يعني بالكلمة المصرية الدرجة التريقة وفكرة أن أنا أصيب لقدامي بشيء من التريقة السخيفة اللي بتخلي الولاد عندهم كده حالة لا بيحب المدرسة ولا صحابه خلينا نتكلم عليها بشكل علمي وإحنا في البيوت برضو نحاول من ناحيتنا ومن ناحية المدرسة لأنه مش بس المدرسة عليها يعني كل التحمل وإن هي تراقب الأطفال لكن إحنا كمان في البيوت علينا أن إحنا نحصن أولادنا بالتربية عشان ده ما يتكرش ده اللي حنتوقف عنده في الفقرة الخاصة اللي حاولنا نحنا نتكلم فيها مع حضراتكم عن التنمر الفقرة الأخيرة الليلة في التسعة هتكون مع نجم فنان وفنان مخرج ولكن يمكن بدأ المشوار هو ابن شرعي للدراما المصرية بكل محطتها من محطة التمثيل المونتاج الإبداع والإخراج طبعا وأيضا السيناريو هنتعرف على كل المحطات دي إزاي قدر ينقل من الدراما للفوزير لتترات لحاجات كتيرة جدا النجم المكرم المخرج الكبير جمال عبد الحميد اللي حيكون معنا بإذن الله في ختم التسعة لأنه حظية بتكريم مهرجان القاهرة للدراما بالأمس وطبعا مهرجان القاهرة للدراما كان عنده لفتة لطيفة جدا لفتة إن احنا كمان نشجع ممثلنا اللي بيقوموا بأدوار الصف التاني على فكرة أدوار مهمة جدا لأنه من غيرهم لا يستقيم المشهد أحيانا يبقى المشهد مطلوب من كلمة كلمتين موقف معين مش ممكن يقدمه غير ممثل عتويل زي ما بنقول وده اللي قام به مهرجان القاهرة وكانت لفتة أكتر من رائعة قدت كده أخلقنا الحلوة وأيضا قدت إن احنا بنقدم كل عناصر هذه الدراما إلى الأمام كلهم يستوون أمام الكاميرا اشتركوا في القناة